ازاي حضراتكو عاملين ايه نتمنى انها تبقى بداية اسبوع سعيدة علينا طول الاسبوع وطول سنة عشرين اربعة وعشرين قادر يا كريم بحق جاه النبي واهل بيته طيب بقى من حوالي اسبوعين اظن اسبوعين ولا اكتر والله اما انا متذكر يا اسبوعين يا عشر تيه مزيع طيب الامير اللي بيقعد على الكرسي ده واللي واقف قدام حطرتكم دلوقتي قال انه لازم 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 الحكومة تاخد مجموعة من الاجراءات متعلقة بفرض تسعيره لمنتجات والمزيع ساعتها اشار قال احنا عايزين عشر منتجات نفرض عليهم تسعيره وبالمناسبة القانون والاتفاقات الدولية يسمحوا لينا انا قلتلك كده وهخليك تسمع بنفسك يسمحوا لينا بان احنا نفرض تسعيره على بعض المنتجات المحددة لمدة محددة حوالي مية وعشرين يوم الجدلية دايما اللي بتقوم هي انه انا من الناس ويمكن حضراتكم كلكم عارفين انه انا من اكتر الناس المشجعة والسعيدة والمقتنعة عن يعني نفس طيبة الى ابعد الحدود انا مقتنع مية في المية ان المشروعات اللي اتعاملت في مصر واحد لا غنى عنها على الاطلاق ضرورة قصوى فتحت بيوت خد بالك ومهمة ونقلتنا نقلة تانية خالص حقيقي نقلة تانية خالص ويمكن من ابرز الحاجات اللي احنا حتى كنا بنتكلم عليها يا دوبيون من الاربع اللي فات مسألة المشروعات بتاع التطوير المواني المصرية وده اللي جابينا مسأل عقد بتاع التحالف اللي مضى العقدة على مينة سفاجة واللي بتقوده هيئة مواني ابو ظبي ده على سبيل المثال ولا الحصر خلاص كده بقدر سعاتي وفخري واعتزازي واقتناعي التام والكامل بقدر ما انا اشوف دايما انه الحكومة يجب عليها انها تعمل حاجات تانية لانه هذه المشروعات فوجت نظر انه دي توجيهات الرئيس ورؤيته ودايما كنت اقول الحكومة يجب عليها ان تطرح ان تفكر ان تعطي رؤية ما الاخ الاخ وبيعز علي انه ده ما بيحصلش غير في القليل النادر وده مش صح وده مش صح القرار اللي بيتخذ يا سادة يا كرام وهنا الكلام ده انا بقوله لنفسي وبقوله لالسادة الكرام فعلا في الحكومة اللي انا عارف انهم ناس نزيئة وشريف وبتاعت شغل وناس نشيطة الابعد الحدود وبتشتغل فاصعب الظروف الممكنة لكن قرار دون تفعيله فيه ناس يقولك وكأنه هو العدم لا ده اوحش ليه لانه ساعتها يبقى القرار صدر من الحكومة وغير فاعل يبقى الحكومة ما يا عم خليهم يقولوا اللي هم عايزينه انا بس هفكرك بالكلام اللي قلنا تقريبا من حوالي 10 يام ولا اسبوعين وهرجع اقولك انا بقول الكلام ده ليه خلينا نشوف تستطيع الحكومة ان تعلن مجموعة من القرارات او تعلنوا قرارا واحدا متعلق بعشر سلعة عشرة مش سبعة وانها تحدد اسعار العشر سلع دي لمدة ثلاث شهور تقدر اخد بالك تقدر حقها قانونيا حقها دستورين حقها اجرائيا حقها الناس مستنية ده منها طبعا 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 لازم نحدد سعر السكر سعر البصل ده مثلا صح؟ لازم نحدد سعر اللحمة والسمك لازم نحدد سعر الدواجن لازم نحدد سعر القلبان ومنتجاتها من الأجبان انا كل شوية الاقي شركة تروح رفع الاسعار كده انا قرر ترفع اسعار كذا انا قرر ترفع اسعار كذا انا قرر ترفع اسعار كذا طب الحكومة تقدر تعمل ايه؟ تقدر تحدد السعر لمدة ثلاث شهور مش بس كده مش بس كده لو حصل معاهم بقى انا نلاقي وزارة التنمية المحلية وطبعا المحافظين ويطلبوا من الداخلية اللي هي دايما جاهزة الحقيقة الحقيقة معاونتهم نزول كل يوم في مناطق مختلفة في السابعة وعشرين محافظة كل يوم كل يوم كل يوم اعمل كده شهر لو الاسعار ما تعدلتش ابقى انا فعلا ما بفهمش حاجة شفتوا كل يوم كل يوم ده الكلام اللي هو بتاع ايه؟ رجل مصر ده الاسرار الذي يحملوا ألماً ليه هو الاسرار الذي يحملوا ألماً؟ اسرار لانه هو ده اللي هيفعل القرار يحملوا ألماً لأن انا الآن متقلم من كتر القلق ان احنا ما نشتغلش كل يوم كل يوم كل يوم طب كلام اللي قاله الموزيع حصل مش بالزبط بس حصل في النهاية خالص الدولة مش هتمشي طبقاً لأحلامي يعني لكن قد يكون ليهم وجهة نظر ما زاوية ما الكلم اللي كان بيقول الموزيع بيقول لك يا جماعة الموزيع لو يوسف ده يعني كنا بنقول ايه؟ أولاً شكراً ان الحكومة عملت كده ده بجد يعني وأظنهم فتحوها الحد 120 يوم كمان مش 90 يوم التلاتة شهر اللي قال عليهم الأخ يوسف الحسيني ده لكن اللي احنا بنتكلم فيه انه انا كنت عايز انه يتحدد لي اخد بالك ومن ضمن اللستة الحكومة قالت انه تحديد سعر الألبان والجبن الأبيض او الجبن البيضة طب الجبن البيضة دي ندرك تحتها مثلاً الجبن الأريش واعليه اللي انا بتمنى انه ما يبقاش سعر اللبن والجبن البيضة يبقى سعر اللبن ومنتجاته المصنعة محلياً صبراً اللبن ومنتجاته المصنعة محلياً مليش داعه بالمستورد فبحزم السوق لان منتجي منتجات الالباني يعني منتجين الاجبان والزبادي وخلافه هيعمل ايه هيعوض الفرق في الحاجات التانية غلط مش صح طيب لو انا مش هحدد سعر الدواجن زي ما كان بيطلب المزيع طب حدد سعر البيض برضو في حدود التلات والله لها ربع شهور مثلا فانا بيبقى سؤالي ليه الحاجة التانية هل عندي آلية واضحة بيقين انها هتتنفذ ان ما في محافظة في السبعة وعشرين محافظة هيبقى الناس قعدة في مكاتبها ولا هتنزل تنزل يعني تنزل زي ما كنت بقول كده بالزبط تنزل يعني تنزل لازم المتابعة المباشرة من المحافظ في محافظته ومعاه كل وكلاء الوزارة المعنيين علشان خطر نتطمن مية في المية انه القرار فاعل كل اسبوع لا كل يوم لانه في ناس هتتقفش واللي هيتقفش هيتعمل له محضر واللي هيتعمل له محضر هيتشمع بس لا صدر البضاع والقانون يسمح بذلك نزلها بقى في العربيات العربيات نزلها في المنافس بتاعة وزارة التموين نزل زي ما تنزل مهلا هيتجر في لقمة عيش الناس بالغلى والكوى يستاهل معنا على التليفون لاستبيان المزيد حول هذا القرار الذي اراه جيدا هقول جيدا جدا مش هقول ممتاز بالصراحة سادة المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء اهلا بك سادة المستشار اهلا بك يا فاندم ازاي الحال اولا نشكركم كحكومة على اصدار هذا القرار هذا القرار هيبقى فاعل لمدة كم يوم يا فاندم القرار يا فاندم فاعل حيتم تطبيعه لمدة ستة اشهر بدءا من تاريخ العمل بي حلو تاريخ العمل بي يبدأ منذ اصداره في الجريدة الرسمية او نشر في الجريدة الرسمية بالضبط يا فاندم نشر القرار ولا لسه هينشر بكرة او ينشر في بداية العام نشر القرار بالفعل نشر القرار طيب السؤال هنا فاندم ليه اختارت الحكومة سبع سلع بالتحديد ولم تتسع في عدد اكبر من السلع الموضوع يا فاندم الالية خضعت لدراسة ومشاورات متوضلة اتسمت بالشفافية مع كافة الجهات المعنية سواء جهات حكومية او غير حكومية واستقر الرأي على البدء بالسبع سلع الاساسية ودولة رئيس الوزراء اشار اليوم صراحة خلال المؤتمر الصحفي انه من الجائز جدا او الوارد جدا في الفترة المقبلة بعد تطبيق الالية ان يتم اضافة سلع جديدة ده كلام رائع فالتالي يبدو ما يمنع من إضافة سلع جديدة إن شاء الله خلال فترة مقدمة حلو جدا طب أبقى يعني يمكن حضرتك عارف يمكن دولة رئيس الوزراء عارف كم أقدره وأحترمه جدا يعني فأتمنى أولا نحن نشكركم مرة تانية بس أتمنى فعلا نحن نزود مجموعة من السلع زي ما أنا كنت بقول كده منتجات الألبان محلية الصنع بكاملها حتى يتزن السوق لأننا دايما بخاف من الناس اللي بتستغل الأوضاع طيب سؤال تاني ساتة مستشار بعد إذن حضرتك آلية تطبيق القرار دايما خوفي الرئيسي إن إحنا نصدر القرار وبعد كده أنزل على المحافظات ما لاقيش فيه آلية حاسمة ما بين قصين إذا سمحت لي ضرب بيد من حديد في حال عدم الالتزام من النحاء دي فإندي ما أنا طمن حضرتك لأنه فيه قرارين صدروا اليوم في حقيقة الأمر القرار الأول كما أشارت حضرتك بيتضمن النص على السبع سلع الأتاسية القرار الثاني هو آلية المتابعة للحضرات بكشير إليها وهي تشكيل أمانة فنية دائمة لدينا يا فندم مؤخرا تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي السيدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اللجنة الوزارية هي اللجنة اللي كانت معنية بدراسة آليات ضد الأسواق وإطعار السلع ما حدث اليوم الجديد في الأمر هو أن دولة رئيس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة الوزارية والأمانة الفنية سوف تكون هي المعنية بالمتابعة اليومية لتنفيذ قرارات ضد الأسواق وأسعار السلع كما موضح في القرارات الصدر اليوم طب هل تم إعلان أسعار السلع السبعة؟ الوضع يا فندم حيتم كالآتي الأمانة الفنية هتفعل دورها مباشرة بمجرد سيتم تفعيل دورها مباشرة بعد صدور القرار الأمانة الفنية بتضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية وسوف يكون جزء أساسي من عملها مرتبط بالتنفيق مع كافة الجهات المعنية تواح حكومية أو غير حكومية بما في ذلك اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية الأمانة أولا فيه آليات سوف تستخدمها أو تستند إليها في متابعة الأسعار أول شيء فندم فيه قرار أحب أن أقول قبل ما أدخل في النقطة دي أحب أن أوضح أنه فيه قرار سيصدر خلال ساعات من معالي السيد وزير التموين والتجارة الداخلية سوف يتضمن وضع كافة الضوابط التي تحدد السعر الأقصى لبيع السلعة للمستهلك النهائي وبالتالي سوف بمجرد صدور القرار الوزاري وبمجرد تنفيذه سوف تبدأ الأمانة الفنية في استخدام آلياتها في رقاب على أصوات يعني بكرة الصبح وزير التموين إن شاء الله هيعلن لنا الآليات والضوابط بالضبط يا فندم الأمانة الفنية لها آلياتها الرقابية الوزارة التموين أيضا لها يعني زي ما حداك ذكرت أنه لابد أن يكون فيه رقابة يومية من قبل وزارة التموين وكافة الجهات الرقابية رقابة يومية على الأسواق أيضا الأمانة الفنية بناء على القرار الصادر بتشكيلها أولا تم تكليف الأمانة الفنية بوضع كافة الضوابط الخاصة بمراقبة الأسواق وليس هذا فقط يعني بحب أطمن حضرتك أن الأمانة الفنية حتشرف على المنظومة بأكملها بمعنى إنها سوف تتولى متابعة كافة السلع الأساسية في الأسواق والتنبؤ بأي أزمات ممكن تحدث لي التعامل معها بصورة تباقية ووضع عملية رقمانة لكافة الكميات السلع والاحتياجات للمواطنين والأسواق الأمانة الفنية باعتبارها الأمانة المشرفة سوف تنطق مع اللجان سيتم تشكيلها على مستوى المحافظات بناء على قرار سوف يصدر من معالي سيد وزير التنمية المحلية للرقابة على الأسواق الأمانة جزء من عملية الرقابة أولا سوف تكون هناك متابعة إسبوعية لمستوى الأسعار ومتابعة شهرية لأي اختارات قبل تعديل أي أسعار من الأسعار السلع الأساسية لابد أن يتم تقديم إختار للأمانة الفنية بصورة شهرية ويرفق بهذا الإختار المستندات التي توضح أسباب رفع أسعار السلع إذن الأمانة الفنية سوف تراقب الأسعار سوف تنصق مع الجهات الرقابية سوف تعتمد أو تنصق معها بجانب شغلها مع وزارة التموين من خلال الرقابة اليومية على الأسواق التي تقوم بها وزارة التموين وإن شاء الله بنأمل طبعا أنه بمجرد ما تفعيل الألية أن الأسعار إن شاء الله تستقر خلال الفترة المقبلة أخذها في الاعتبار أن الأمر بيحظى بأولوية قصوى لدى دولة رئيس الوزراء وإن شاء الله سيتم تبع التنفيذ بصورة دائمة طب معلش يا سيدة مصرر أسقل عليك بكرة هيتم إعلان الضوابط والأليات من وزارة التموين هل هيبقى مذكور فيها الأسعار ولا لا؟ الأسعار يا فنزم يعني القرار لن ينص على الأسعار بذاتها أو تحديدا لها ولكن الأسعار حتيأتي من خلال الألية بمعنى أنه أولا القرار اللي حيصدر طبعا من معالي السيد وزارة التموين هو مبدئيا حينص على ضرورة وضع أو ضوابط وضع السعر النهائي للمستهلك على التلع إذن حينص على ضوابط وضع السعر النهائي السعر النهائي دوات الآلية بمجرد الأمانة الفنية بمجرد تفعيل دورها حتتابع مع كافة الشركات والمنتجين والمصدرين الأسعار التي سيتم وضعها وأي تعديلات قد تطرأ فيها في نقطة ثانية مهمة إذا سمحت لها أقولها أنه القرار اللي تضمن النص على السبع السلع الأساسية نص على إلزام المنتجين والموردين والموزعين والبائعين بالمبادرة باختار مدريات التموين والتجارة الداخلية بنوعية السلع التي لديهم وكميتها وما يقاضي يكون مخزن لديهم بشأنها إذن العملية هي رقابة شاملة رقابة من قبل الأمانة الفنية التابعة لللجنة الوزرية ورقابة من قبل مدريات التموين والتجارة الداخلية ورقابة من الأجهزة الرقابية الأخرى التي تعمل على الأرض وتتابع بصورة يومية طب معايا مستشار دلوقتي السعر ده لما هيتتم تحديده هل هيتحط على المنتج نفسه ولا على الرف لأنه هناك في فرق كبير الضوابط هي اللي حينص عليها القرار أنه حيتم وضع السعر النهائي للمستهلك أو الحد الأقصى للسعر النهائي للمستهلك على السلعة وسيتم وضع أو توضيح الضوابط يأما أنه حيتم طبعته يأما أنه حيلاسي استكار على السلعة لكن حيبه موجود على السلعة نفسها طيب علشان القرار يبقى فاعل مية في مية زي ما حضرتك قلت هيبقى فيه لجنة فنية هتتابع ده وهيبقى فيه تقارير وما إلى ذلك بس أنا كل ألاقي بأمانة شديدة وبكلم حضرتك بصراحة أنه المتابعة جوة المحافظات يعني الإدارات المحلية نفسها ما تتبعش بشكل يومي وكلمة يوم يا فندم أنا أخشى ما أخشى أنه اللي هو إيه بنتابع في سوق مركزي جوة عاصمة المحافظة أو مدينة من المدن الكبرى وسلاموا عليكم وتصورنا وروحنا في الحقيقة فندم يعني النقطة دي يعني هي نقطة مهمة لأنه دولة رئيس الوزراء أشار إليها بكل صراحة دولة رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي أكد أنه الدولة بكل مؤسساتها سوف تعمل لضمان ضبط الأسواق ولكن في دولة بحجم مصر أطرافها بأطراف مترامية هناك دور مجتمعي على المواطن بمعنى أنه أي مواطن يجد أنه فيه تجاوز في سعر البيع غير المكتوب على السلعة أو العبوة عليه أنه يبلغ الجهات الرقابية سواء كانت تزد التموين أو أي جهات الرقابية الأخرى إذن هناك دور أيضا على المواطن لكن الدولة من جانبها لن تكتفي كما ذكرت حضرتك بالرقابة على الجهات أو المراكز الأساسية أو عواصم المحافظات ولكن ستكون هناك متابعة لدقيقة للأسواق ويمكن النقطة المهمة اللي بتطمن حضرتك هي أنه جزء من عمل الآلية سواء عن طريق اختار الأمانة الفنية أو عن طريق اختار مدريات التموين والتجارة الداخلية سيكون هناك ضبط لتواجد السلع وتوافرها وأسعار السلع ويمكن كمان النقطة اللي أنا أشرتها لحدك أنه جزء من تكليف الأمانة الفنية التابعة لللجنة الوزرية هي أنه الأمانة سوف تضع كافة الضوابط المتعلقة بضبط الأسعار بمعنى أنه سوف نشهد إن شاء الله تطورات إيجابية خلال فترة المقبلة من خلال وضع كافة القواعد والضوابط ورقمنة عملية متابعة الأسواق وبالتالي سوف تكون مع مرور الوقت هناك ضبط محكم لكافة الأسواق وتواجد السلع وبالتالي الأمانة الفنية سوف يكون لديها القدرة بالتعاون مع اللجان المشكلة على مستوى المحافظات لتنبؤ بوجود أي أزمة أو أي نقص في سلعة الماء أو أي تجاوز وسيتم التعامل معه بصورة فورية أنا مش عايز أسقل على حضراتك يا سادة المستشار ولكن أوصيكم 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 عدم التعويل على مسألة أن المواطن هيبلغ لأنه دي ثقافة مجتمع هذه الثقافة غير موجودة عندنا علشان أوصلها هاخد وقتي فأنا أوصيكم بأنه السادة المحافظين الأجلاء حتى في قطار أنه إحنا 27 محافظة المحافظ في إيده محافظة واحدة بس بس ينزلوا بشكل يوم يا سادة المستشار لو ما عملوش كده هيبقى القرار غير فاعل لو ما ضربوش بإيد من حديد وشمع المحل ده وصادر المخزن ده هيبقى القرار مش فاعل يا فندم حداك من ناحية دي حداك ما تقلقش يعني دولة رئيس الوزراء أشدد اليوم على أنه ستكون هناك متابعة أسبوعية في اجتماع مجلس الوزراء ومتابعة يومية من قبل سيادته لعمل الآلية وبالتالي في حالة وجود أو تبين عدم متابعة أو عدم مراقبة للأسواق في أي موقع أو في ما يتعلق بأي سلعة سوف يتم التعامل معا يعني أطم من حداك أنه الآلية سوف تتابع على كافة المستويات على مستوى دولة رئيس الوزراء على مستوى الحكومة على مستوى الأمانة الفنية للجنة الوزرية على مستوى لجانب المحافظات يعني سوف تتابع على أكثر من مستوى وإن شاء الله لن يكون هناك أي قلق في هذا الشهر أطلت عليك سات المستشار وأشكرك جدا 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 على الوقت اللي دتونا سات المستشار محمد الحمصاني المتحدد باسم مجلس الوزراء طيب ليه أنا مهتم بالقصة يا جماعة مش بس على رأي زميلي وصديق العزيز رئيس تحريرنا الهمام الدكتور محمد تحيونس قال لي خلفيتك اليسارية ضغط عليك المسألة صدقوني ما لاش أي علاقة بخلفيتي خالص ده المسألة مش خلفيتي اليسارية المسألة إنه أنا قلبي كله بل يكاد يكون دمي يساري ما في الماء لكن اللي أنا عايز أقول لك القدي إحنا عندنا للأسف بعض التجار الكبار مش الزغيرين بيحتكروا السلع وبيعطشوا السوق وبيرفعوا السعر وبيهبطوا السعر براحطهم بيحصل آه بيحصل ما إحنا لسه قفشين الناس بتاعة السكر وقفشين الناس بتاعة البصل إحنا هننكر واقع إزاي في حين أنه واقعا منشورا ما قدرش هنكره طيب طبي تسعيرات جبرية على نسق ستينيات القرن الماضي ما بقاش ينفع الزمن غير الزمن أدي واحد طب لو أنا طبقتها في نفس دات الزمن الحالي اللي هيحصل إنه تسعيرات جبرية يساوي التسعيرات جبرية يساوي على طول خلق السوق موازية على طول صح؟ صح إلا في حالة واحدة اللي يغلط يتكلبش يتكلبش مش من لازم يتقبض عليه أقصى عقوبة في القانون إيه أظن بتوصل لحوالي 2 مليون جنيه لو في حالة محل يعني أظن السلسل الكبرى بتبقى أكتر من كده أنا عايز أقولك إنه فيه سلسلة من السلسل الكبرى عالمياً وعربياً اتقفى شوف كينيا خد بالك بقى بسبب الاحتكار اتحط عليه غرامة كم؟ 7 مليون دولار دور ورايا من غير ما أقولك اسم السلسلة إنه كان بيتلعب بأسعار السوق على مزاجه جماعة الكينيين رحوا عاملين إيه؟ مغرامينه 7 مليون دولار وش ده على طول رح مسلم إيده رفع إيده أنا آسف أنا عايز أشوف الكلام ده هنا أتمنى إنه أصلاً محدش يعمل الحركة دي محدش لا يحتكر ولا يتلعب بالأسعار ولا يخز البضاعة ولا يعطش سوق لكن إذا عمل طب والتجر الزغير اللي بيبيع بمزاجه ما عنديش هي سعرها كده خصوصاً إنه أنا على ما أنتظر البضاعة الجديدة اللي هتنزل السوق بسعرها المطبوع دي لسه فيها شوية ده معناه إنه إحنا منتظرين الآلية والضوابط اللي هيعلنها معالي وزير التموين الدكتور علي مصلح الصبح حلو؟ طيب وأنتظر بعدها بأيام من قليلة إن لم تكن سويعات الحدود السعرية بتاعت كل سلعة طبعاً كله هيروح ضرب الحد الأقصى يعني سبنا إن إحنا هنقوله السعر مثلاً من 25 إلى 27 كله هحط 27 ماشي الحال ماشي بس إلى أني أطبع على العبوات يحلها مليون حلال أنا عايز من بكرة خشيتي بقى الرئيسية اللي أنا كنت لسه مصلح بها سات المستشار لا أنا عايز المحافظين ينزلوا كل يوم أيوة أنا عايز عشان أنا أنا مواطن يتحدث عن مصالح الناس شغلتي ما أنا لو وقف هنا وما تكلمتش على حياتك اليومية ومصلحتك أبقى ما استحقش الوقفة دي صح؟ صح طيب زي ما بقولك اللي حصل في مصر والله العظيم ثلاثة فوق الخيال والله 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 أمام ربنا سبحانه وتعالى اللي حصل في مصر في التسع سنين دول فوق الخيال وما فيش واحد فينا في المية وخمسة مليون مواطن كان يتخيل أنه ده هيحصل مش هقولك يتخيل أنه يحصل في عشرين سنة أو والله العظيم فتعمل في تسع سنين لكن في حاجات كده نسميها الفاين تيونيج الضبط الدقيق الضبط الدقيق اللي هو متعلق بحياة المواطنين يوميا أنا أنتظر يعني يمكن زي ما قال سادة المستشار قال وممكن خلال أيام قادمة أو أسابيع قادمة نضيف مجموعة من السلع والمنتجات أنا أدعو مش هقول لازم وأسر في النهاية الوزارة مشكلة لجنة عليا تحت رئاسة رئيس مجلس وزراء مصر يا جماعة أنا أتمنى منتجات الألبان محلية الصنع تتحط في القرار أتمنى أن البيض تحديدا يتحط في القرار ده لو ما حطناش كل منتجات الدواجة أتمنى أن اللحوم تتحط جوه القرار لحد اللحظة دي أسعار اللحوم في هسميها إيه هسميها الحزام الريفي كانت زي ما الحزام الريفي ما بقتش لكن حتى زي ما كنت بقولك الوراء مثلا ناحية شبرة الخيم مثلا أنا مش هقولك بني سويف ولا هقولك في قلب الماء اليوبية يعني وبعض الأحياء داخل القاهرة نفسها بتتباع فيها اللحمة بأسعار أقل من التلتمين جنيه بتلتمائة وخمسين وتلتمائة وستين وتلتمائة وسبعين الله يعني سعر اللحمة كده وما اللحمة اللي تبباع بتلتمائة وخمسين وربعمية دي ليه ليه طيب الأسماك أنا عندي أسماك بتاعتي أنا محليا بعملها عندي في المزارع بتاعتي وده جزء من الحاجات اللي كنا فعلا بنحلم بيها لعقود لازم أصبت السعر بتاعها يبقى السعر بتاعها زي السعر اللي بتتباع بيه في المنافذ مثلا بتاعت القوات المسلحة وشركة وطنية فأنا عايز السوق يشتغل على نفس السعر فإن لم يكن لما تزود 10 جنيه على الكيلو حاجة ولما تزود 50 جنيه و100 جنيه على الكيلو حاجة تانية إزاي يعني محدش يقولي دي تكلفة النقل ومصاريف التشغيل محدش يقولي الكلام ده عشان ده كلام مش واقع ومسسليم وعيب وما يصحش تاني زي اللي حصل في مصر فعلا في التسع سنين فوق خيالنا وطموحاتنا بكتير لأنه أقصى الطموحات كنا بنحلم بحاجة من الحاجات اللي اتعاملت إنه إن شاء الله يمكن بعد 15-20 سنة هنوصل لكذا كنا بنقول كده في المقالات المنشورة في الجرايد لا ده مش في الجرايد المعارضة ده في الجرايد المعارضة والجرايد الخاصة وبعض الجرايد اللي كان القومية أنا زيك لكن كمان لازم ناخد بالنا من الحاجات اللي زي كده يا جماعة للمرة التسعة ألف والله العظيم لو المحافظين نزلوا بربطة المعلم يماتي كل يوم في مدينة شكل وبشكل إيه عشوائي وغير مرتب انزل للقرية دي الكفر ده المدينة دي المركز ده إلى آخره هتلاقي السوق الزبط واحد ضرب ضربة صحة على شام مفتاري وبيستغل احتياج الناس ولقى نفسه لابس الغرامة المزبوط ولقى نفسه مخزانه متصادر ميت فل قولوا أمين فاصل ونكمل الكلام ازاي حضراتكم عاملين ايه كله تمام يا رب تكون كل حاجة تمام خلينا ندخل في أمور أنا أراها أو كلنا أنا أراها الدولة أراها المواطن يراها والمواطن اللي مش شايف ده لازم نبلغه ونفهمه ونشرح له الحدود المصرية كلها فيها بؤر توتر أنا عندي في ليبيا توتر أنا عندي في السودان توتر أنا عندي في فلسطين توتر وده أمن قومي مصري لا يقبل بأي حال من الأحوال أنه الوضع يستمر بهذا الشكل عايزين نفهم إيه اللي بيحصل من تطورات للأوضاع في الداخل السوداني وأيضا الدور اللي مصر بتلعبه بمنتهى النزاهة بل هي النزاهة المطلقة كمجرة العادة في حل هذه الأزمة معنا عبر زوم الأستاذ معتز الفحل الأمين السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي بالسودان أهلا وسهلا أستاذ معتز أهلا وسهلا أستاذ يوسف الحسيني ومرحبا بك وبالقائرة وبالقناعة المصرية ولك التحية والله لك مني كل التحية والمحبة ولكل الشعب السوداني يعني لأننا لي أصدقاء كتير جدا في السودان أهلا أميك العظيم والمشاهدين عن التعريف سعادتك ونحن سعيدين يعني باهتمامك وأنا شايف أنك المداخلة الأولية بتاعتك حقيقة تناولت القضية من ناحية مختلفة تماما إن شاء الله ونقدر نسل فيها بما يفيد البلاد والعباد الله يخليك أستاذ معتز أستاذ معتز يعني عايزين نفهم منك تطورات الأوضاع في الداخل السوداني والتطور يذهب إلى أي منحنة هل هو المنحنة القطر أم منحنيات الحلول شكرا لك مرة ثانية أستاذي أنا أفتكر أنه الوضع في السودان من ناحية الإنسانية ماشي من سيء لأسوأ النزوح زادت نسبة لسبعة مليون حسب تقرير الأمم المتحدة المشاكل الإنسانية ترتبت عليها ثار بتاعة المجاعات والوبائيات الكوليرا بسبب الحرب والقتل والدمار الذي تم في السودان انتقال الدعم السريب ومليشياته من دارفور للقرطوم ومؤخرا إلى الجزيرة ومدني تكرد تطور خطير وتوسيع لقعة الحرب في السودان وتمدد خطير جدا وينذر بأنه فيه مؤامرة كبيرة جدا على السودان وعلى أهله وهذا هذا الأمر يتطلب يؤثر بالتأكيد على دولة جوار جميعها ويتطلب إدراك ووعي والتعامل معه بمستوى درجة الخطور الحمراء نسميها في تقدير المحاولة لتفتيت الدولة السودانية ويلغاهبة الدولة ومحاولة إصهار أن هناك أمر لقوة لصراع بتاع قوة سياسية حول سلطة أن يفتكر فوق خطورة بما كان الدعم السريع قوة انشئت من قبل النظام السابق لاستخدامه كانت تسمى الجنجويد لقتل وتهجير أهلنا في دارفور وجبال النوب والنيل الأزرق تطور تطور طبيعي تاريخيا وأنت سيد العارفين منذ بدايات الإنغاز في التزعينات كمشروع على المشروعات الإسلامية التي كانت موجودة في المنطقة في ذلك الزمان وهي نتاج طبيعي للتفكير الآحادي والتطرفي والإقصائي والإرهابي للإسلام السياسي بشكل الآخر ونتج عنه الدعم السريع ويدفع التعب السودان الآن تمن هذه الأخطاء كثيرا يتضرر أهلنا في جميع السودان من هذا الأمر شمالا وجنوبا غربا وشرقا حالة التوتر هذه سياة تقدر ما فضلت في مقدمتك تلقي بضلال في الأول وفي الأساس على مطر الشغيغة وعلى دول جوار أخرى بأي حال من لحوال السودان يعتبر الأمن القومي جزء من الأمن القومي المصري ونحن جزء من الأمن الغومي ومصر جزء من الأمن الغومي السوداني هذا الأمر هو تبعاته لما نتكلم عن تدعم السريع ومتداداته من دارفور وتشابق الحدود دارفور ليبيا السودان هذا أمر يجب أن يوضع في الاعتبار النزوح وأثر كذلك يلقي بزلاله على الوضع الاقتصادي والأمني في مصر هذه الإشارات برضو لا تبعد كثيرا عن الصراع في المنطقة بشكل عام الصراع العربي الإسرائيلي والدور المحوري لتفتيت المنطقة العربية وخلق جو من البلبلة وعدم الاستقرار هذه القضايا لا تفوت على فطمة وحكمة القيادة المصرية وقيادة المنطقة العربية مصر لا دور الرائد من بداية الأزمة بادلت بمؤتمر دول الجوار ودعت كل الرواساء وكان مؤتمر كبير وكلكم تابعتوه كذلك سعي الحفيس لدعم السودان والوقوف مع تماسف الدولة السودانية وهيبة الدولة والمساعدة كذلك في الوضع الإنساني بتبنيه برضو مؤتمر لشؤون الإنسانية تواصلهم مع كل الجوار بعدم إحداث أي تدخل الخارجي في الأزمة السودانية بحيث أن الأمر في هذه الأزمة السودانية وبفتكر هذا المحور يحتاج مزيد من التواصل والتعضيب من القيادة المصرية ونحن كنا مستبشرين أن نحن الآن ندخل على شهرنا التاسع في هذه الحرب اللعينة اللي بضر منا أهلنا كنا نتمنى أن تكون في نهاياته ولكن أراد أراد هؤلاء الأبواش والدعم السرعية والمريشات أنه يزداد حزن السودانيين وألم وقهرهم بمزيد من التشريل لأنه الهجوم على المدني وعلى الجزيرة أنا أفتكر يعني مؤامرة ضد الشعب السوداني بشكل واضح وتدمير لوحية أهلهم وأخلاقيات السودانيين لا تقبل هذا الأمر لأنه مدني كانت الملاذ لكل السودانيين من الخرطوم ومن دارفور بعد حالات الحرب والدمار التي انتشرت في دارفور وفي الخرطوم فكان النزوح لمدني وكان اللجو لمدني فهذا الأمر الآن شتت الجهود وشتت المجهود السوداني لوضع أسوأ أو أكثر في تقدير أيضا محتاج القوى السياسية السودانية أن تعمل على وحدة كلمتها بالذات المدنية منها وأن تتفق أن يقاف الحرب يبدأ بالاعتراف بمؤسسات الدولة السودانية وبضرورة احترام السعودية السودانية وبضرورة احترام رغبة الشعب السوداني وبضرورة التعبير عن الشعب السوداني أننا شعب لا نرغب في وجود إرهابيين ومن يعتدي على البيوت ويسكن مساكن البيوت وأن حتى الحياة لهذه الأمور يجب أن تحسن بشكل واضح منبر جدة كان واحدة من المنابر المهمة كان الشرط الأساسي خروج قوات الدعم السريع من الثكنات والمشافي وبيوت المواطنين ولكن بدلا يفعلوا هذا الأمر توغلوا في بيوت أخرى في السودان في شرق الجزيرة وفي مدني ويعقدوا المشهد أكثر وكذلك نذكر الجنينة والقتل في الجنينة وفي نيالة طب أستاذ معتز هذا الكلام الشديد كل هذا الأمر في تقديري يدفع إلى المزيد من الأسئلة أسمع أن أقول لك خلق إجماع عام أن السودانين يرفضون هذه الحرب ويرغبون تماما في أن تقف هذه الحرب وأن يقف نزيف الدم وأن القوى السياسية تتوحد الآن بشكل كامل حول رفض هذه الحرب بالدعم السريع كقوة أو مليشية الدعم السريع لا قبول لها وسط الشعب السوداني أي أن كان شكل التفاوض الذي يكون يجب أن يستوع هذه الحقيقة أنا مهم أريد سودانا آمنا مستقرا يسعنا جميعا لا فيه فرق بشكل إثني أو عرقي أو ديني أو قبلي صحيح ننادي بهذا ننادي بجيش قومي وطني مهني موحد يستوعبنا جميعا لا وجود لأي بندقية أو سلاح معاك ما في المية وهناك ضرورة قصوى لا استقرار الأوضاع في السودان وده أولوية قصوى موجودة عند مصر وأفترض أن تكون أولوية قصوى بالمناسبة للمجتمع الدولي وأشكرك أولا أستاذ معتز الفحل الأمين السياسي للحزب الاتحادي وهنا بس في حاجتين أول حاجة على الكل أن يعلم جيدا أن السودان ليس دولة صغيرة ولا وضعها هاي في القرى الإفريقية عدم استقرار السودان أمنيا ووصوله إلى هذا الحد ينزر بكارثة خد بالك كارثة مش بس في المنطقة بتاعة الحدود المصرية السودانية أو دول الجوار السودانية أنت بتتكلم على كارثة في منطقة وسط إفريقيا وقد تمتد بالمناسبة لتلتحم مع الغرب الإفريقي الغرب الإفريقي فيه أجزاء كتير جدا شديدة الاحتقان شديدة الالتهاب تسيطر على بعض مناطق داخل بعض الدول عمليا هو تنظيم داعش اللي بيحصل في السودان سوف يصل الشرق بالوسط بالغرب يعني من الآخر إفريقيا مهددة تهديد وجودي لو في حد مش قادر يتصور ده ولا يفهم ده كده فيه مشكلة كبيرة جدا يعني أي حد أي حد متصور أنه المزيد من التطور في هذه العمليات ما بين الجيش السوداني وما بين قوات الجيء الدعم السريع سوف تؤدي إلى أي شكل من أشكال الاستقرار على حسب رؤية أي داعم الرؤية خاطئة مية في المية لا تتصور أنه ساعتها لو وصل الدعم السريع للحكم فيبقى كده السودان استقارت خالص ولو أنه استعاد الجيش السوداني قوته في ظل أنه يظل الدعم السريع في حالة خلاف وشقاق واستنفار وتحارب ولو حتى منوشات ما بينه ما بين الجيش السوداني يبقى كده خلاص الدنيا استقارت هي لكده ولا كده أنا اللي عرفه أن القوى السياسية في السودان الأحزاب المدنية تاني الأحزاب المدنية تالت الأحزاب المدنية مضروبة بقى ما بين قصين في قوى اليسار السوداني لازم يبقى فيه موقف شديد الوضوح شديد الوضوح من إيه من أنه نحن مع الدولة فقط لغير علشان أعرف أقمن الحدود بتاعتي وعلشان الجيش يقدر يبسط كامل سيطرته طبقا للقانون والدستور يبقى لازم القوى المدنية إحنا عندنا تجربة إحنا عارفين إحنا عارفين علشان أقدر أخلي الدولة تستقر وأقضي على بقايا النظام السابق وأقضي على التنظيمات الإسلامية اللي موجودة في السودان والتي تعبث وتتحلف مع البعض أو الآخرين القوى المدنية كلها لازم تقف مع القلب الصلبة للدولة هل في حلول تانية لا اللهم إنا قد بلغنا اللهم فاشهد طيب تعالي هاخدك على الحدود الشرقية بتاعتي فلسطين القضية الأكبر والأقدم في العالم مفيش أقدم من القضية الفلسطينية حتى هذه اللحظة بل إنها كمان قضية الصراع الأطول يعني الصراعات الكبرى في العالم استمرت مثلا لأك أتقن حرب المائة عام أنا عندي حرب النهاردة بقى لها أكتر من مئة سنة لأنها غير مرهونة غير مرتبطة فقط بإعلان الدولة أو الكيان سنة الثمانية واربعين المسألة أبعد من ذلك ويمكن كده الكلام ده يمتد حتى منتصف أو النصف الثاني من القرن التسعتاشر وليس فقط لمؤتمر بازل بل ما هو قبل ذلك والهجرات اللي كانت بتيجي من أمريكا للاستيطان تحديدا في يافا طيب مصر عايزة إيه؟ طبعا مصر عايزة الجنب الإنساني والحفاظ على حياة الفلسطينيين مصر عايزة إيه؟ مصر عايزة أنه يتم استدامة إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني مصر عايزة إيه؟ مصر رفضة بكل يعني بنسبة مية في المية تصفية القضية الفلسطينية مصر عايزة إيه؟ مصر رفضة أي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه مصر عايزة إيه؟ عايزة هدنة مصر عايزة تصل إلى مرحلة وقف كامل لإطلاق النيران مصر عايزة تصل إلى الجلوس على مائدة المفاوضات حتى نستطيع البدء في وضع آليات لحل الدولتين مصر بتؤكد أصدق بعض المصادر بتؤكد مش مصر تاني بعض المصادر بتؤكد إن في اتجاه من حماس والمقاومة لقبول المبادرة المصرية حول تبادل الأسراء أول إن شاء الله معانا على التليفون أستاذ ناظير مجلي المحلل السياسي والخمير في الشأن الإسرائيلي أهلا بيك أستاذ ناظير أهلا بيك أهلا بيك سيد ناظير يعني تطور الأوضاع في ظل الرؤية المصرية لعقد هدنة وأيضا لعمل صفقة جديدة أو لعمل اتفاق جديد لتبادل الأسراء هل بالفعل زي ما كانت بتقول بعض المصادر وبعض التقارير الصحفية أن هناك اتجاها من حماس كحركة ومن بقية فصائل المقاومة لقبول الرؤية المصرية أو الاتفاق المصري الموضوع على الطاولة حاليا يعني بالتأكيد الطرح المصري للموضوع هو جاء لإنقاذ الوضع بالفعل ووضع حد الحرب الدانية والكارثية التي تسببت حتى الآن بكوارث رهيبة للشعب الفلسطيني وتريد من خلاله طبعا من خلال الرؤية الواقعية والدراسة العميقة ومتابعة الأمور ومعرفة ما هو مدى المناورة مع الإسرائيليين ومع الفلسطينيين المصر تأتي وتطرح الأمر الأنسط والأكثر وقعية في هذه الظروف فقط عن طريق مثل هذا المشروع المصري النبع منها لإخلاص لأنقبية الفلسطينية ولإنقاذ أرواح البشر في هذه المنطقة جاء بدراسة عميقة للأوضاع ودراسة مواقف الطرفين والتحاور مع الطرفين كلهم على حدة ما هي احتياجات وما هي عدود إمكانيات تنازلات هنا هي إمكانيات قبول للطروحات ولذلك جاء باتيكودي يعني هو متكامل لهذا الضر وفي هذه المرحة ولذلك نرى أن أولئك الذين يرفضونه من أي طرف كان هم أولئك الذين لا يريدون الحروج من هذا المأذر بشكل مشرف اليمين الإسرائيلي طبعا يسواب بإستيريا من هذا الضر وكذلك يوجد عناصر معينة متطرفة في الداخل الفلسطيني أيضا يتفكر بهذه الطريقة ولكن لا يوجد ما هو أفضل من هذا الطرح إلا أنه توجهات ما هي توجهات قبول الطرح يعني هل هناك شروط تم وضعها من قبل الكيان الصهيوني أو الاحتلال هل هناك أيضا طلبات أو شروط أخرى وضعتها حماس وبقية فصائل المقاومة بتأكيد المصر تعاملت مع غفظ الإسرائيلي والفلسطيني لعدد من المواقف فاستحاولت التحايل عليها باقتراحات معقولة من الممكن أن تمنع أولئك الذين يريدون تفسير الوضع من أن يجدوا مبررات لهذا التنجيل ولهذا جاء الطرح العاقل الذي يمكن أن يكون زبدة المصلحة للطرفين في هذه المرحلة ولكن بالطبع في إسرائيل توجد حكومة مصابة بهستيريا ليس فقط بدافع الاتقام بل بدافع الأمل في أن تستطيع تقصية القضية السلسطينية وقد بدأت تقصطها بترحيل السلسطينيين إلى مصر واستيطام التطاقة حتى الآن ما زالت مصر وزير المالية الإسرائيلي والوزير الثاني في إزارة السلسطينية وزير وزير الأمن الدافري نعم هم من المتطرفين الذين يرون أن هذه فرصة تاريخية لتقصية القضية السلسطينية إلا أنه سيد مزير أنه لكن بالمتابعة وما ينشر وأعتقد أنه واقعي أنه الجانب الصهيوني يريد هذه الهدنة على الأقل يعني لالتقاط أنفاسه إلهي ربنا يقطع أنفاسه لكن هو يريد هذه الهدنة نعم القوة المركزية في المجتمع الإسرائيلي وأقصد قيادة الجيش من جهة وغالبية القيادة السياسية في إسرائيل من جهة الموضع تريد وقف هذه الحرب لأنها استنفذت كل الإمكانيات التي من الممكن أن تفريسيها وتقتنع وتعترف بأن هذه الأهداف التي مضعة في بداية الحرب هي غير واقعية وغير قابلة للتطبيق ولذلك يجب أن البحث عن مخرج الإدارة الأمريجية تساند هذا الموقف وطبعا مصر كانت قد عملت على التفاهم مع الولايات المتحدة حول تفاصيل هذه المتحدة أو هذه المجادرة وكذلك مع الدول العربية ومع قيادات سبستينية عديدة قابلت بهذا التوزف ولذلك الرصد المشروع ينطلع على التطرف غير عادي ويدخل في الظبان ليس فقط مع مصر بل أيضا مع الولايات المتحدة ومع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس والذين تفرص بحكومة اليمين المتطرف ولهذا اليوم أن ينتقل افراع إلى السافر الإسرائيلي حول هذا الموضوع ومع ذلك ينبغي أن يكون واضحا أن القيادة الإسرائيلية لم تكن لا للمبادرة المصرية بل أعطف إشارات أنها مستعدة للتطاوض بشأنها وتحاول تغييرها هذا الملد أو ذاكي بشأنها هذه التواريخ بدأ أسبوعين ثلاثة بدأ أسبوع الثلاثنين وهكذا في إطار تفاصيل ليس الجبرية ومن الممكن يتغلب عليها أشكرك جدا أستاذ نظير مجالي المحلل السياسي والخبير في الشأن الإسرائيلي إذن طبقا للي قاله الدكتور الأستاذ نظير أن الجانب الصهيوني أيضا يريد هذه الهدنة بل أنه يسعى إلى هذه الهدنة مستعد للجلوس على مئدة التفاوض يريد أن يعني يحصل على بعض الأمور أزيد شوية يمكن من الطرح لطبيعة المفاوضات لكنه لا يرفضها بأي حال من الأحوال في رأي الأستاذ نظير أنه سوف تتم هذه الهدنة لأنها تحظى لو صح التعبير بقبول من الطرفين سواء إذا كانت المقاومة من جهة أو الكائن الصهيوني المحتل من جهة أخرى الرؤية المصرية أو المقاربة المصرية هي واضحة أمام الجميع أنا مش بكلمك بس على هذه الهدنة مصر موقفها شديد النضوح فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الصهيوني في عندنا مجموعة من اللقات واحد لا لتصفية القضية اتنين لا للتهجير القصر للفلسطينيين لأي مكان في العالم ثلاثة لا لإيقاف المساعدات أربعة لا للاستمرار في بناء المستوطنات أربع لقات أو اللقات الأربعة للدولة المصرية فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الصهيوني بالمناسبة اللقات الأربعة هي أربع لقات جزرية يعني هي دي ما فيهاش تفاوض يعني فيه فرق ما بين احنا نقعد على تنابسة المفاوضات ونتكلم في حاجات كتير أليات واواواوا لكن فيه أمور لا يتم الحديث عنها على الإطلاق ولن يتم مصر رفضها بشكل قطعي وخلي بالك القمة المصرية الأردنية والتي تمت في القاهرة كانت واضحة في اللق رقم أربعة وقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي هذا أمر لا جدالة فيه ولا مناقش يبقى احنا عندنا أربع علاقات تاني واحد لا لتصفية القضية اتنين لا لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم إلى أي مكان في العالم لا لوقف المساعدات الإنسانية لا لا الاستمرار فيه النشاط الاستيطاني اللاقات الأربعة للدولة المصرية فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الصهيوني طيب أخيرا وليس أخيرا وقبل الفاصل هاتلي بلد في العالم كانت بهذا الوضوح وهذا الحسم وهذا الحزم فيما يتعلق بقضية الصراع العربي الصهيوني هاتلي بلد أين كانت أسمها إيه والسلام عليكم فاصل ونكمل الكلام وستر يلي بتوستر آه الله أه الله بأتكلم بجد لوحة الحاجات دي بيقلق حبيتين بس يقولك دايماً إيه بقى الوقاية خير من العلاج معروفة طيب تم الإعلان رسمياً عن إيه بقى عن آه عن الإصابة بالمتحور الجديد بتاع كورونا طيب هل ده معناه إن إحنا يعني خلق لا ولا خلاص ولا حاجة القصة كلها في إنه ده إعلان رسمي من الوزارة بتقول إنه كده في حالتين وإنه أجماعة إحنا هناخد الاحتياطات بتاعتنا لأنا عايز أقوله لك إن أنا أتذكر جيداً جداً في بداية ظهور الكورونا طلعت شوية ناس ومش أقول لك كل الناس جات وحشها لكن طلعت ناس قالت لك يا جماعة أبا الكورونا بقى لما يتيجي مصر مصر مش هتعرف توفر اللقاحات مصر مش هتعرف تعمل مش عارف إيه إلى آخره وصلنا لمرحلة إنه مصر أصبح في عندها فوائد من اللقاحات بل إنه إحنا كمان وقفنا جنب بعض من أشققنا في الدول الإفريقية وبعتنا لهم لقاحات بل إن إحنا وصلنا إلى يعني زي ما قولك كده عارف بعثات طرق الأبواب بقى في عندنا طرق للأبواب للمنازل نقول لهم يا جماعة لو سمحتوا اللقاح معانا تعلم طغامك بقى في عندنا أماكن للتطعيم في كل حت مول تلاقي في مكان للتطعيم تنزل متر الأنفقة هتلاقي مكان للتطعيم عربيات بتلف في عموم الجمهورية في مكان للتطعيم طيب الجي أن وان ده اللي هو المتحور الجديد لازم يبقى في عندنا سبل بقى هنا للوقاية معانا على التليفون دكتور أحمد شهين وهو أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب بجمعة الزأزي أهلا بك يا دكتور أهلا وسهلا أهلا وسهلا إزاي الصحة كله تمام مرحبا أهلا أهلا بك يا دكتور هنعمل إيه مع المتحور الجديد بتاع كورونا اللي هو جي أن وان كيف نقي أنفسنا من الإصابة أنا يمكن بس أتكلم كلمة سريعة عن إيه هو الفيروس وإيه شكليات فضل إفا هو الحقيقة يمكن أي نوع من الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا ده أمر طبيعي يما يحدث في متحور الجديد ولكن الهدف من هذا المتحور نحن نبص مخبرته في إصابة الإنسان بدأت انتشاره الأعراض هكذا أعراض خطيرة هل في مضاعفات التنفسية لم تحدث من قبل وخطرته على استجابته للعلاج والأمصال وعموما القاعدة العامة عشان برض نكون مطامنين جميعا أن كل المتحورات التي حدثت من فيروس كورونا وتحديد الأماكرون نراها متحورات عادية جدا وضعيفة أعراض ضعيفة ومضاعفات قليلة جدا دخول الرعاية المركزة نادر ولا توجد أي حالات وفيها طبعا يمكن الإشارة لهذا الفيروس المتحور نحن نقول أنه فيروس عادة جدا وأعراض يمكن السعال والكحة والانتهاب الحل والاحتقان والأمس وغير وغير والصداع وفخضان حل في الشم ولكن طبعا كل هذه الأمور سهلة وبسيطة جدا طبعا ولكن فيه هناك بعض الأمراض الحالية زي الإنفلونزا ونزلات البرد لازم نفرق بالإثنين والتفرقة بين الثلاث حجان بين المتحور الجديد والإنفلونزا ونزلات البرد نزلت طبعا ده التحديد الدقيق جدا ليعتمد على تحديد اللي هو البيسامول البيسار دعوان ده يعتبر التحديد الدقيق عشان نفرد كلهم متشابهين في أعراضهم بالنسبة للبرد طبعا ممكن الواحد إنسان يخرج وشيء عمله وبنسبة للسوان طبعا بيكون تكسير في العظم وصبع والأخر زي ما نحن قلنا العراض وصبخة وسرعان واحتقان طبعا دي بيحتاج طبعا لازم سكون في البيت وعدم مرزام في الفراش يعني ولكن الوقاية نحن بنقول من كل هذه الحاجات طبعا نحن بنقول الأشخاص الأكبر سنن هم الأكثر عرض وعلى خصوص الأطفال والأكبر السن ونس عندهم مشاكل في المناع الوقاية محصورة هنرجع زم أولا تطهير المستمر للأيدي والأسطح دايما يكون عندنا المطهر بداعنا ومطهر إدينا باستمرار وما نخشش البيت يعني كنت نسلمنا على ألاف من الناس برا طبعا مجرد ما نخشش البيت لازم نخسر إدينا على طول فورا الماء والصبون طبعا ده شيء مهم جدا طبعا لبسك كما ما ننسهوش أنا شفت صورة لسياط الرئيس هو ومعه بعض المسؤولين نابسك كما ما في الوقت الحالي وذي شيء طيب جدا طبعا الأماكن من الزحمة نحاول نحاول بخط الإمكان أن الانتحام بيكون أرض للإصابة أن بيكون فيه تكسيف لعدد الفيروسات في حالة الإصابة ياريت البخاء في المنزل طبعا ده بيعتمد على حالة الإصابة التنفسية لكن من الإصابة عمدا بيكون من خمسة لسبع أيام الانتزام بالفيديو وده مهم جدا لا نعدي غيري ولا أتعادي منه بفيروس تاني أو غير أو غير وده الحاجات كلها لازم نحن خلي منها يعني نقل الفيروس نحن قلنا ما فيش فيه انحياة طبعا أي اللي اكتشفوه أنه لا يشكل تهديدا خطيرا للصحة العالمية وهي عندنا في مصر الأمور الحمد إذا صحيح اكتشفنا حالتين وإحنا قلنا العبرة مش اتشاث الفيروسات العبرة من الهجات اللي احنا قلناها من مغدرت وكذا وكذا لكن عمدا مخاطره المخاطر بتاعته فكاد تكون منخفضة ونتطمن يعني إن شاء الله يا رب ربنا يطمنك دايما دكتور كل الشكر ليك دكتور أحمد شهرين واستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزأزي إذن يا جماعة لو سمحتوا ناخد بالنا نلتزم بالكمامات ناكل كويس نلقى أنه لازم الفراش إذا حصل أي أعراض ولا حاجة نراجع الدكتور علشان خاطر ناخد الأدوية بالمظبوط والله الأنين لحسن تكون دا المتحور اللي هو الجي أن وون ولا هو دور بردي بقى هنعمل تحليل البي سي آر إلى آخره لا داعي للإجتهاد طيب المفروض عرض لك تقرير بس التقرير ده بقى هذا الرجل كابتن محمد حلوتهم كابتن محمد حلوتهم ده الرجل بسم الله ما شاء الله عليه يعني مهول قول لي ليه هل عشان هو رياضي وكده أقول لك أكتر من كده هو رياضي جدا هذا الرجل كان بطل في لعبة كمال الأجسام من حوالي 24 سنة تمام ده معناها أنه من دوري كده يعني احنا بمتكلم في الخمسينات بقى يعني 51-52 سنة تقريبا وبعدين حصلت له إصابة مخبالك وهذه الإصابة خلته أنه ما يقدرش يمارس اللعبة أو يكمل في ممارسته لللعبة اللي هو بيحبها ييجي كابتن محمد حلوتهم يبدأ يشتغل على إصابته وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا شفاء وعفاء من هذه الإصابة أنا بقولك بجد لأن أنا عارف الرجل مش بشكل شخصي أنا تبعت قصته كلها ويقرر يرجع تاني والله العظيمة ملاح رجع تاني يلعب رياضة من أول وجديد وبعد وهو بسم الله ما شاء الله هتشوفه دلوقت يعني بطل بطل يعني رجع يلعب تاني بأوزان خمسات أنا كنت لعيب قديم بس أنا كنت بتاع باور ليفتينج يعني تعرف يعني خمسات لواحد اتعود يلعب مثلا باي سيبس بخمسة وتلاتين وباربعين وحاجات زي كده والله أنا كنت بلعب خمسة وتلاتين وباربعين عادي فين أيام زمان بحاجة إلا إنه بقى أيام زمان دي بقى هي اللي هيرجع علي محمد حلويتهم او الله فمهم فكابتن محمد حلويتهم عاود التريض مرة تانية وعاود لعب الرياضة مرة تانية وعنده إصرار شديد يلعب بقى بخمساته ومش عارف ايه ويزود أوزانه ويحط لنفسه الكرسي بتاع التدريب وكرسي التغذية وما إلى ذلك خد بالك ولم يلتفت إلى أي حد يحاول يحبطه أنت كبرتا كابتن آه خلاصا كابتن احنا عجزنا كابتن الكلام اللي بيتقلي طول الوقت آه جابولي إحباط المهمة كل صحابي جابولي إحباط كل ما قول لحد أنا عايز أرجع عبر رياضة تانية اللي قالت صحابي يقول لي عم مكبر دماغك بقى كونسان طيب احنا كبرنا عم يوسف المهمة بقى إيه فكابتن محمد حلوتهم نجي ألعب رياضة تاني خد بالك وهيشارك يعني إيه يعني هينزل بطولات تاني حقيقي مش هزار أنا عايز أقول لك إنه بسبب كابتن محمد حلوتهم أنا مش هزار خدت قرار أرجع تاني ألعب رياضة بقى إيه لعب القتة لما فيهاش هزار عايز أقول لك إنه بالفعل دخل بطولة آرمان وخطف الأنظار في بطولة العرب خطف الأنظار وأنا أعتقد أنه يا رب يدي له الصحة والقدرة يخش بقى بطولة الأسدزة يا السلام عليه شوف واحد مصري أصيل بإصرار المصريين إصرار المصري لو حط حاجة في دناه هتحصل هتحصل بالطول بالعرض هتحصل وده اللي عمله مواطن والرياضي والبطل المصري محمد حلويتهم بعد توقف 24 سنة اتفرج على الحدوثة دي كابتل محمد طه دخل في الواحد وخمسين شهرت في اللعبة محمد حلويته بدأت وأنا عندي 14 سنة تدرجت في الناشئين لغاية الواحد وعشرين عملت أول جمهورية تحت 17 سنة ثم تدرجت عملت أول جمهورية 7 عمرات متتالي بعد بطولة الجمهورية عملت أول تجارب عالم ناشئين ولعبت أفريقيا في 98 وحسلي بعديها خلع وتهتك في الأربطة في كتفي حياتي اتدمرت حياتي أصبحت لا قيمة عدت أكتر من 24 سنة بعيد عن اللعبة جاء لي زي حالة نفسية ورجعت في الرياضة في سنة 2020 كله قال لي مش هترجع زي الأول انت بعد ما شابه تدوك كتاب كسرت نفسي اتحديت العالم كله حتى لدرجة قارب الأقربون قال لي دي حلاوة روح اتحديت أكتر وقابلت الصعوبات والحمد لله رجعت بفضل ربنا عادت أعمل علاق طبيعي 14 أول ما رجعت في 2020 لحبت سنة وثمانتو شهر وليدور كبير بالنسبة لنا في اللعبة بيواف جنبنا بيسعيدنا بدون أي مقابل يعني بيواف جنبنا لو في أي حركة لو إحنا مثلا ممكن بشي حركة ممكن نتصف فيها هو بيعدلنا فهو بالصراحة ليه فضل كبير علينا هنا في اللعبة بدون أي مقابل وجود كابتان محمد في الجيم هنا نقطة مازي الجيم لأن أي أحد في الجيم في الصالة بيتمرن بيبقى ضمن أن هو هيخد الحركة صح نفسي بقى طبعا زيه فهو عندي حاجة تشرفني في المسل الأعلى أطول أنه بقى زي كابتان محمد كبعا في السن والكلام دوت وفي البنية العضلية أنه عنده معدي 50 سنة والبنية العضلية عنده شغالة بالتكنيك دوت وبالأداء الحركة دوت فهو أبطل والناس كلها نفسياته أبطل زي أكدتنا أنا أتحديت الصعبات اللي قابلتني صعبات كتيرة نظام الأكل ما بقيتش أدخل بروتين حيواني دخلت بروتين نباتي بقيت أفكر لأن أعاوز أعمل حاجة بطل العالم ضحك ما بقوله عنده بيقول لي بتتغدى إيه بعد التمرين قلت له بتغدى أجنحة قال لي إزاي قلت له أنت عامل عضلات بفلوس قلت له من عندي ربنا أحب أقول للشباب ابدأ ما تخليش حاجة تحبطك ما تفكرش في نظام الأكل اللي هي لعبة مكلفة في بدائل كتير ابدأ وما تخليش حاجة ترجعك لورا إزاي حضرتكم عاملين كله تمام؟ طيب أنا عايزة استأذنكم نتكلم على جانب من الجوانب قطعنا فيه شوته طريق طويل وما بنتكلمش عنه كتير لو صح الكلام مع أنه هذا الجانب هو الأساس وراء صعود وتفوق الصناعة الألمانية وقدرتها الاقتصادية اللي هو إيه بعد؟ اللي هو المدارس الفنية التقنية المهنية إلى آخر مصر عملت إيه في هذا القطاع؟ وإزاي نقدر نقول النهاردة أن إحنا قطعنا شوت طويل في هذا الموضوع؟ خليني أنا أرحب بضفنا العزيز داخل الستوديو دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك يا فني إزاي الصح؟ الحمد لله يا فني الحمد لله وحادك بالصحة والسلامة ويا رب تبقى سنة سعيدة علينا جميعا شكرا جدا وأنا كنت بقول أن هذا الجانب إحنا ما بنتكلمش عليه كما ينبغي وبما فيه الكفاية في حين أنه الجانب ده تحديدا أو الملف ده تحديدا هو الأساس وراء تفوق الصناعة الألمانية ومن ثم تفوق اقتصادها أنا صح في الكلام ده ولا ببالغ؟ لا حدتك صح أبسلوتلي صح تماما لأنه الصناعة والاقتصاد عموما سوريا يعني تو بي فيري فرانك يعني مش بي تبني على المهندسين والأطباء بس صح المهندس الأطباء مهمين والاقتصاديين مهمين لكن إذا لم يكن هناك القوى العاملة اللي بتساعد المهندس اللي بتساعد الزراعي اللي بتساعد الراجل اللي بتاع السياحة فالأمل في نمو الاقتصاد بالدرجة الكافية مش عالي كل مهندس بيحتاج للحصائيات بتقول بيحتاج سبعة فنيين يشتغلوا معا ده بالنسبة للصناعة وقص على ذلك بقى في الأنشطة الاقتصادية الأخرى الزراعة أو السياحة أو إلى آخره مش دايما درجة البكاليوس أو حتى درجة الدكتوراه لما الناس تاخدها يبقى أنت ضمنت أن الاقتصاد تقدم لازم العدد الكبير من الناس اللي بيقدموا الاقتصاد هم الفنيين اللي بيساعدوا السينيور سطاف في صورة المهندسين أو أطباء أو غيره ده موجود في كل الدين وده اللي حصل في ألمانيا وحصل في الصين وحصل في كل الدول المتقدمة ومصر الحقيقة من الدول اللي فيها أمل كبير أو في حدوث تنمية اقتصادية لأنها دولة شابة من ناحية التركيبة السكانية يعني لما أقول لحضرتك مثلا أن عدد اللي بيدرسه في مدارس التربية والتعليم تعليم فني قبل جامعي توب 2.3 مليون طالب ده بالنسبة لعدد السكان واحدة من أكبر النسب في العالم وتقريبا 10% من عدد دارسين ما قبل التعليم الجامعي بشكل عام المدارسة السنوية في مصر يعني هما من ابتدائي حد ثلثة سنة يعني ممكن هما كله 10% لكن أنا بقارنهم أحسن باللي بيدرسه سنوية عامة لأن التعليم الفني قبل الجامعي هو فصول تعليم سنوي تعليم إعدادي عدد قليل جدا فإحنا دايما بنقول أن 55% من اللي واخدين الإعدادية بيروحوا تعليم فني و45% بيروحوا تعليم سنوية عامة فبالتالي العدد اللي بقوله ده أكبر من عدد الطلاب اللي بيلتحقوا بالسنوية العامة حلو جدا هل إحنا قبل كده أو بالأدقى ده يجي سؤال إحنا ما كناش مهتمين بهذا القطاع زي دلوقتي ليه مصحدتك هو من سنة 2011 أولا التعليم الفني القديم جدا في مصر محيم محمد علي لأنه محمد علي هو أول واحد أنشأ مدرسة للهندسة ومدرسة للطلب ومدرسة للصلاعات البحرية لسبب بسيط جدا أنه كان عايز يبني جيش فراجل عايز يبني جيش ويدافع به عن مصر ويوسع ده درجة النحال التركية فده محتاج مدارس ومحتاج تأهيل الناس في مجالات مختلفة فاهتم بالتعليم الفني قبل ما يهتم بالتعليم الأساسي لغاية لما اكتشفنا التعليم الأساسي ضروري لكل حاجة لكن أول مدرسة عملها كانت اسمها المهندس خانة 1816 صح كلية الهندسة جميلة القاهرة دلوقتي فبالتالي التعليم الفني القديم قدرات المصريين ما هو الشعوب لها مسيمات معينة المصريين شطار في الأعمال المهنية أما تشوف اللي عملوه الفراعنة في بناء التمثيل أما تشوف تتعل خامول لابسه في رجله ده من آلاف السنين من اللي عمل ده ما فيه مشاجانب ناس مصري طبعا فبالتالي من ناحية السمات الشعب ومن ناحية الاهتمام التعليم الفني قديم عايز أقول حديثا بقى اللي حصل يعني الترابط السياسي اللي حصلت في 2011 يعني حصلت في كل المجالات بما فيها التعليم طبعا والحكومات القصيرة اللي جات بعد 2011 تيقنت إلى أهمية التعليم الفني نفس اللي حذك بتقوله ده أننا لو طورت التعليم الفني هذا لا طور الاقتصاد وطبعا الأمال كانت اشتدت جدا وبقت الناس عندها أمال كبيرة بعد 2011 إن احنا هنبقى دولة عظيمة وإحنا نستهل نبقى دولة عظيمة فعلا ففي سنة 2012 إحدى الحكومات مش فاكر حكومة مين يمكن شريف اسماعيل أو إبراهيم بيم احنا نبقى أو خاجة لا ده كان في 2013 الأول كانت حكومة الدكتور حزم الببلاوي وبعد كده حكومة الموانصب مرحيم محلب وبعدين حكومة الدكتور الشريف اسماعيل الله يرحمه أعظوني يمكن الدكتور حزم الببلاوي طلب من البنك الدولي إنه هو يقيم حالة التعليم الفني في بصر تمهيدا لدراسة هل إحنا قابلين نحتاجين نعمل حاجة في هذا الاتجاه ولا لا طبعا ده كان بعد التدهور اللي حصل أثناء سالة 2015 في كل حاجة فالحياة البنك الدولي بعت خبراء من جميع دول العالم بعضهم من مصر وبعضهم من أمريكا وبعضهم من بلاد أوروبية وقعدوا في مصر سنتين وكانوا بيسألوا الناس الطلبة مدرسين المهندسين رجال الصناعة رجال الأعمال حوالي 700 سؤال وده يعني منهجية بيتبعوها في جميع أنحاء العالم لتقييم حالة التعليم الفني وبناء على إجابات اللي يسمونه الاستيكولز أصحاب المصلحة في الموضوع على هذه الأسئلة بتتقيم حالة التعليم الفني والحقيقة نتيجة الدراسة دي النشرت في 2014 أيام ما كان بيتكتب الدستور من لجنة الخمسين فكانت النتيجة بتاعة هذا التقرير الحاسل بي جدا جدا وهو أنه التعليم الفني المصري بيركز على عدد الخريجين لكن لا يركز على جودتهم وأنه الخريجين ما بيلقوش مصار سهل من المدرسة لسوق العمل وكمان ما بيقدروش يكملوا دراستهم التعليم العالي بسهولة مجموعة من وأنه التمويل والحوكمة بتاعة نظام التعليم الفني مش جيدة فطبعا دي كلها حاجات حاجات سلبية وطبعا بما إن ده هو الواقع فده خلق صورة سلبية للتعليم الفني في مصر بحيث أنه بقى بالنسبة لأولياء الأمور وبالنسبة للتلمزة اللي بياخدوا الأدادية يخلصوا مرحل التعليم الأساسي بقى بالنسبة لهم ده الاختيار نمرة اثنين الاختيار الأولاني إن أنا رح تعليم سنة عام عشان روح الجمعة طبعا لو مش جايب مجموع ما قداميش غير التعليم الفني فبالتالي ده كان الوضع طبعا يعني كالعادة في مصر لما حاجة بتعملها جهة دولية بالنسبة القسم حكتين لقى الجهة الدولية مصدانة وناس ثانية بتصدق الكلام الحقيقة أنا من الناس اللي صدقوا هذا الكلام لأن ما فيش سبب أن البنك الدولي يصدقنا يعني يعني إش معنى أناس إش معنى مصر يعني ولو عاوز يصدقنا في النهاية خالص ما أنا لازم أنظر إلى الواقع بالضبط كده ما إذا ما كانش ده هو الواقع فكان أنا وغيري طبعا يعني بالذات وزير التعليم السابق الدكتور طريق شوقي كان مصدق هذا الكلام كواز كده كان فيه بعض الناس بيشككوا فيه بيشككوا فيه من ناحية إيه لا إحنا أحسن من كده شوي ونفترض ليه أن نحن أحسن من كده ما أنا لو عايز أصلح لازم أخذ الحاجة كما هي ونائش الناس بتقول البنك الدولي في هذا التقرير وده حصل بالفعل وبناء على كده عملنا استراتيجية حطينا استراتيجية علشان تعالج الحاجات اللي هي موجودة في التقرير ده والستة الرئيس كان عارف عن هذا الموضوع في 2014 كان خلاص انتهت الفترات كلها بتاعت الترباط السياسية وكان أول حاجة كلف وزارة التربيع والتعليم بيها هو أنه أولا الاهتمام بجودة التعليم الفني وإنشاء هيئة مستقلة لجودة ضمان جودة التعليم الفني اللي هي بتنقش أول حاجة الناس بتقولك أنت عندك حقير جين كتير بس جودتهم مش كافية الشيء الثاني إن احنا قلنا طب نشوف المناهج هل المناهج دي حسن تبع المعايير العالمية ولا لا فطلح أن المناهج مش تبع المعايير العالمية وبتركز على المعرفة أكتر من المهارة وده بيعيب كان بيعيب التعليم عيب رئيسي في التعليم الفني التعليم الفني أساسه المهارة ما هو ما ينفعش يبقى عملي بالزبط كده مش شوية ورقة بالزبط كده ما ينفعش يطالب في التعليم الفني يقرأ كتاب وبعدين يخرط على المكانة بالكمبيوتر أو يطبخ أو يطهو أو يعمل حاجة زرعية ما ينفعش الناس المعرفة الوحدها تبقى كافية أنها تكسبه المهارات يعني مش اخترعناها اللي العالم كله بيستخدمها اللي هو بناء المناهج على أساس الجدارات أو بالإنجليزي الكمبيتنسي الكمبيتنسي بيزد ايديوكيشن هو ده التريند في كل العالم هو ده المعيار العالمي للتعليم الفني فعدنا بناء المناهج بدأنا طبعا مش هنهضر المناهج كلها نعملها في ساعتها فبدأنا سنة 19 بنينا حوالي 20 منهج طبقناهم في 100 مدرسة وسنة بسنة سنة 20 زادت المناهج دي لغاية السنة دي اللي هي 23-24 احنا بنكلم على 95 منهج أعيد بناءها على أساس الجدارات اللي هي منظومة من المهارات والمعارف والسلوكيات المستدامة أو المهارات المستدامة المهارات المستدامة يعني يعني إن الخريج بيأبى بيحترم الوقت تبقى بيقدر يعلم نفسه بنفسه لما تتغير التكنولوجيا يقدر يتعامل معها ما يبقاش ثابت عند اللي تعلمه في المدرسة في نفس الوقت فبالتالي هذا التحول من المناهج من إنها تبقى مبنية على أساس الكتاب إلى مناهج مبنية على أساس الجدارات كان تحول مهم جدا جدا النهاردة احنا هنخلص في كل مدرس التعليم الفني وكل المناهج سنة 25 إن شاء الله وبالتالي تبقى مصر بقت زي بقيد دول العالم بقت زي الصين زي الصين عندي نفس المعايير بتاع الدول العالم بالضبط زي ألمانيا مثلا ألمانيا بتعمل زي ألمانيا زي ألمانيا ألمانيا احنا بنعمل زيها تعليم وزدوج لكن طبعا الاقتصاد ما بيساعدش إن احنا تبقى عدد طلاب التعليم اللي نسمي تعليم المزدوج أو النظام مبارد كول الأديم ما نقدرش نعمل عدد زي ألمانيا لأن الاقتصاد بتاعنا مفروض شركات أداء ألمانيا لكن احنا يعني بنعمل بدلها حاجة تانية نقدر نسميها التعليم المزدوج المصري إن احنا قلنا إن لازم الـ private sector أو القطاع الخاص نساهم في عملية التطوير صح فبالتالي اقترحنا إن احنا نعمل معه مدرس طيب أنا هستأذن هروح للفاصل وهرجع على النقطة بتاعة التشارك ما بين الدولة والقطاع الخاص في مدارس تقنية أو فنية ده يرس تكنولوجيا طبيقية وما إلا ذلك هستأذنكم هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع دكتور محمد مجاهد نائب وزين التربية والتعليم للتعليم الفني ده حديث شديد الأهمية بجد استنونا أهلا وسهلا بحضراتكم وكل الترحيب بضفنا العزيز دكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وكنا عند النقطة بتاعة التشارك ما بين الدولة من جهة وما بين القطاع الخاص من جهة علشان أعمل المدارس التكنولوجيا الجديدة هو ده حقيقي ده الحياة محور مهم جدا من محاور استراتيجية تطوير التعليم الفني اللي بدأناها سنة 2018 والحياة كنا بدأين على استعياء ومتخوفين إن القطاع الخاص والمستثمرين يكون مفيش ثقة متبادلة معنا وده كان حقيقي لحد ما بدأنا بتلت مدارس وكان في مقاومة إلى حد ما مش بس من المصانع ده من زملائنا ونسل في الوزارة القانونيين وكده إنه زي تدي مدارس حجومية للقطاع الخاص يدرها هو مش كده هوي وحنا بندرها مع بعض فبدأنا بتلت مدارس مع شركات كبيرة لأنه الشركات بتكون أولا أول حاجة تكون الشركة مقتنعة هي تشارك في تكوين الفنيين اللي هيشتغل عندها أو عند غيرها من الشركات المماثلة فالشركة مثلا بتصنع على أجهزة المنزلية مثلا فبالتالي هتكون سعيدة جدا إن هي لو شركت في لو عملت هي مدرسة لو تقدر وفعلا أول مدرسة كانت ما ضروا أسام الشركات أنا عارف بس مش عايزة عن أسم الشهر لا ما ده ما عارف خلاص طب فأول ناس شركة جي اللي تعاملت في المنوفية بالزبط كبير هم اللي بنوا المدرسة هم دول عيلة محترمة أوي أوي يعني ما هو البداية ديا بتفتح النفس طبعا وكان معاها شركتين تانيين شركة في قطاع التشييد والبناء وشركة في قطاع تشغيل المعدات الكاربية المولدات والترانسفورمرز والحاجات دي فبدأنا بعدد قليل من الشركات تلت 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 مدارس مدرستين من عندنا والمدرسة التالتة بنوها هم وبنوها بمبلغ يعني لا تتخيلوا خمسة وخمسين مليون جنيه في الوقت دا كان مبلغ طبعا إنما المدارس التانية إحنا اللي ادناها دي مدارس حكومية لسه ما كانتش فيها طلبة فشاركنا المستثمر فيها وبدأنا نروج لهذا النظام بين الشركات الأخرى سنة اللي بعدها أصبح التلاتة دول أصبحوا 11 مدرسة وأنا متذكر كواس جدا إنه كان فيه إحدى المدارس كانت بتشتغل كان المستثمر بيشتغل الله يرحمه توفى برضو ومن نوع المدرسة الأولانية كان بيعمل اشتغل في تصنيق الحلية والمجوهرات فجاء يعني اتكلم معنا وقال أنا عايز أعمل حكاية طبعا هذا التخصص يعني المزارة ما تقدرش عليه إنت ما تقدرش تجيب دهب كمادة خايم تشتغل بيه أو فضة لأنه في ورش الدهب والفضة العام اللي ما بيجي ماشي آخر النهار بينفضوا له هدومه ويقف التراب اللي ينزل ده بفلوس كتير التراب دهب ده كان الحاجة مصطفى مش كده؟ الحاجة مصطفى الله يرحم ورد ولاده طبعا معنا طبعا طبعا فالحاجة مصطفى في إيجيبت وغولد كان الحقيقة مصر يعني قلت الحاجة مصطفى خلاص لأن الرجل بصراحة ياخد حقه الله يرحم ويحسن لي الله يرحم ورد فده كان أهم الشركة الحاجة ضافت السنة اللي بعدها سنة 19 فبقوا من 16 شركة والسنة اللي بعدها جات الكورونا سنة 20 فعدد الشركات قل شوية أظن سنة 20 كانوا 21 و 22 شركة لكن سنة 22 و 23 حصل انفجار في عدد الشركات النهاردة عندنا 76 مدرسة مع الشركات الكبيرة ستة بتسميها مدارس التكنولوجيا التطبقية والحقيقة بعضها احنا طبعا عندنا جهات دولية بتساعدنا لما الجهات الدولية الجهات المانحة لقات ان احنا جدين في تطبيق الاستراتيجية والقطاع الخاص بيه بيتشارك معانا فبدأوا يعني الميزانيات بتاعتهم لمصر تزيد جدا جدا في سنة 18 سيادة الرئيس راح ألمانيا ومضى اتفاقية مع ميركل بانه اتفاقية طويلة المدى لتحديث التعليم الفني المصري ألمانيا ومصر ومشي الغاية دلوقتي ومشي العدد من السنين انه اولا التعليم المزدوج ندعمه وكمان نبني حاجات مدارس من نوع جديد بنسميها مراكز التميز في التعليم الفني في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مجال الانشاءات بحيث ان المصر يبقى عندها سنة 30 ده بقى بيخدم الشركات الصغيرة ومتوسطة ومشي الشركات الكبيرة لانه الشركات الصغيرة ومتوسطة مش كل الشركات هتقدر تعمل مدارس تكنولوجيا طيب ان يمكن عندي سؤال هتأكد منه المدرسة اللي أسسها الحاجة محمود رحمة الله عليه والمدرسة اللي أسسها الحاجة مصطفى رحمة الله عليه دي مدارس بتقبل بشروط شديدة الدقة صحيح وخصوصا انها مش بمصاريف 250 جنيه في السنة مس كده بس بلاش الاهم انك انت تستحق انك تدخل المدرسة دي صحيح يعني الطالب ده يخش المدرسة دي اللي هو يساعد ويهني حضرتك المجموع اللي بيجيبه الطالب في العددية ويخش هذه المدارس يوديه بسهولة جدا التعليم العام وهو ده السبب الرئيسي في تغيير النظرة المجتمعية السلبية للتعليم الفني ان الطالب وليه امره هو اختار المدارس دي باختياره ليه لان هو اولا كثير منهم من الخارجين دي بيطلع يشتغل وكثير منهم بيطلع يشتغل بما هي عالية يعني محمد محمد زك السويدي مثلا اللي هو استحاد صناعة عنده مدرسة في الضيارة بنجم وكان فيها مشكلة اول ما بدأت كان في ظرف انتخابات برلمان والناس يعني دخلوا في مدخل من اللي هو مش حلو يعني لا ده ده عشان ينجح في الانتخابات تبه ايه يعني عشان ينجح في جميع انتخابات بالمناسبة هو بيعمل خدمة للمجتمع كله بيعمل عملية دعم للصناعة يعني واحنا اللي بنسمح للطالب ان يخش في المدرسة ولا لا يعني انتخابات هنااش دعوة فمثلا خرج الطلبة خرج طلبة من المدرسة طيب ده اكبر مصالح كابلات في العقل يعني مصالح كابلات ومصالح والعيلة كلها عيلة السويدة نفسها شغالة في حاجات كتير مش بس في الكهرباء في الطباعة في اخوه الصغير شغال في مدرسة برضو اهم المدرسة معنا في مجال رقمنة العددات ده مجال جديد جدا اللي هي العددات الدجتال عددات الكهرباء عددات الميا عددات الغاز عددات المياس كل ما هو رقمي ده بيحتاج اي حضرتك ده بقى الجديد ان التعليم الفني مبقاش هو الحاجات التقليدية بتاعت النجار والسباك ده انت هنا تب انت بترقمن العددات يبقى انت محتاج مبرمج طبعا يبقى انت يحتاج تكنولوجيا بدأت بقى مش بس المجال ده في حاجات كتيرة جدا بدأت تبقى فيه تخصصات جديدة لم يكن يسمع لها في التعليم الفني فبدأ يعني الرقمنة دي عادي اقول لحضرتك البزات المدرسة دي اللي هي بتاعت تلقمنة العددات دي مرات الرئيس بايدن كانت هنا قريب من كم شهر جدا كانت بتحضر حاجة في الأردن وبتحضر فرح ايو وجاء وزارة مصر وزارة المغرب اغزونا ساعتها اعم فوهي في مصر السفراء الامريكية كانت بتعملها برنامج فجابوا لها حوالي اكتر من 20 مقترح بمدرسة او جمعت زرها فبصت فيهم كلهم واختارت المدرسة بتاع الرقمنة العددات دي انتو زرها لان المعونة الامريكية البرنامج المعونة الامريكية بيرعى هذه المدرسة بيرعاها يعني بيدفع فلوس من المدرسة التكنولوجية التطبقية مع المشتثمر فعايز اقول لك اولا المدرسة كانت فتحها بلع ثلاث شهور وبنات وولاد صغيرين اولا كانوا بيكلموا منجليزي انا نفسي مكنش مصدق انتو موجود دكتور رضا انا موجود وانا موجود وميسيس بايدن موجودة وبالمناسبة دكتور بايدن هي دكتورة على فكرة بتدرس هي استاذة بتاعة لغة انجليزية في امريكا في ما يسمى بال كوميونيتي كوليجز كوميونيتي كوليجز هي تعليم الفني الامريكي فبالتالي هي كأنها في المكان اللي بتدرس في امريكا كان الاولاد بيتكلموا معها بثقة مش موجودة في طلبات الجمع ليه؟ لانه هذه المدارس فيه مراقبة وفيه متابعة مستمرة من انه عدد الطلبة في الفصل لا يزيد عن 20-25 طالب مدارس كأنها مدارس تعليم فني مدارس نموذجية طبعا الكسافة في المدارس الأخرى مش عالية متوسط الكسافة تعليم الفني 40 طالب وفي المحافظات الحدودية يمكن توصل لـ 25 أو 30 صحيح لأن أصنع أنا عارف نمازج من أبناء الأصدقاء وزملائلية لما بيجوا يقدموا في المدارس التكنولوجية دي ده يعني كآل لا نرد بيمتحن ومكالة ناسا والله يعني المدرسة تحديدة متحدة الزويدي والله ناسا بحد ما تكلفتهم جماعة الناس دي يا فيش حد بيتكلموا هو كلام ده معايير متعلقة بالوزارة هو حضرتك هذا الكلام والأقبال مذهل هو ده كل مكان متاح في هذه المدارس بيقدم له بين 15 و 10 مقابلات ده بيعمل ايه؟ ده طبعا كويس جدا الطلبة دول هم المشتقبل وكتير منه ما يخش الجامعة وكتير ده بقى بيعمل تغيير كمان انه الطالب لما بيتخرج لو جاتلو شغلانا بما هي كويسة ما هي كويسة يعني زي اللي بياخدها خريج جامعة طبعا ما هي مرضية بالنسبة فبالتالي بيبدأ يفكر منقاجل الجامعة شوي اه طبعا او طبعا يعني لا وتغيير النظرة عستحنا لنا في مكتبع بتاعنا نظرة طبقية كده هنبقى نتكلم عليها او والله نظرة مؤسفة يعني انا عايزة اشكر حياتك جدا يا دكتور شكرا جدا 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 وانا سعيد جدا 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 بانه حضرتك نورتنا وشرفتنا وقابلت تديلنا هذا الوقت وفيه وقت متأخر من الليل يعني انا بشكرك جدا يا دكتور محمد شكرا جدا كل شكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني التعليم الفني ده للأسف الشديد كان زمان مفيش بيه اهتمام حقيقي ده من ناحية كانش فيه جدية زمان من ناحية تاني ونظرة المجتمع كان عنده نظرة طبقية مقيتة او والله وبالمناسبة هذه النظرة الطبقية اللي زرعها فينا زمان الاستعمار مع انه الاستعمار نفسه ما بيبصش كده خالص خالص تسافر انجلترا مساء عسابين مثل سافر ألمانيا تسافر إيطاليا تسافر أمريكا سافر أي بلد لا فرق ما بين مواطن أو آخر إلا بإنتاجه أنت مواطن تنتج أنت من تشعل عن المجتمع أنت باشا اه والله عندنا هنا بقى فهمونا العكس ايه عامل فلاح يا ايه يا اي مين يا ده بره بيكسبه قد كده يعني ايه بص أنا عارف يونس هيقول لي خلفيتك اليسارية نقح عليك اليومين دول هرجع وأقول له القلب ينضد دمى أحمر أقول لك أكتر من كده ايه خلصت الحلقة لحد كده لا 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 أتفتكر أن احنا بكر أجازة معاك احنا قاعدين نتكلم مع بعض بكرة إن شاء الله لو كلنا العمر بس السواني يكون موجود معنا حالم كريم رمزي وبرنامج ورقم عشرة أما احنا لو كلنا العمر فهتنقبلكم بكرة إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التسعة سلامات اشتركوا في القناة